اشتركوا في القناة في الجزيرة يحيط بها ماء مالح وفجر في الجزيرة ماء حلوى وأنبت له شجرة رمان تعطيه في كل يوم رمانا فيتوضأ ويغتسل بالماء الزلال ويشرب ليقف بين يدي ربه طاهراً لمناجاته ويأكل في كل يوم رمانا يخرجها الله في فصلها وفي غير فصلها وسأل الله أن يرزقه القوة على أن يعبده ولا ينشغل إلا به سبحانه فلما أتم عبادة ثلاثة قرون بالتمام والكمال وهو ساجد سأل الله أن يقبضه بين يديه ساجداً لأن العبد يحشر على ما مات عليه فيحشر بين يدي ربه ساجداً وأي مقام هذا الذي يتمناه من تُيِّم بحب الله إلا أن يلقى الله ساجداً الله الله أيّة حجة هاته يأخذها العبد بين يديه بين يدي ربه فقوم غساجداً قال الحبيب صلى الله عليه وسلم فيوقف هذا العبد بين يدي ربه في يوم الفصل شوه العدل دي ربي والإحسان فيقول الله وقد أصدر في حقه حكماً بالجنة يا ملائكة رحمتي خذوا عبدي هذا إلى الجنة برحمتي بفضلي وإحساني فلما همّ ملائكة الرحمة أن يسوقوه إلى الجنة يسوق المتقين إلى الرحمن وفدا قال رب وقد التفت وعملي بل أدخل الجنة بعملي ثلاثمية سنة وأنا راكع ساجد بين ينيه قال خذوا عبدي إلى الجنة برحمتي قال رب بعملي قال خذوا عبدي للجنة برحمتي قال رب بعملي قال للزبانية استلموه من ملائكة الرحمة خلوه الآن إلى جهنم بعدلي فالسيق إلى جهنم من قبل الزبانية في يوم عاصيب يوم عاصيب تشريب لهوله الولدان نسيه الناس ولم يعود أبداً في برنامج الناس يوم القيامة فلما اقترب من النار وسمع لها زفيراً وشهيقاً تكان تميز من الغيظ وأحس بخطورة من معه لم يتمالك نفسه إلا أن يصوخ بأعلى صوته يا رب برحمتك إلى جنة يا رب برحمتك قال ردوه فوقف بين يدي الله تعالى قال الآن سنزن أعمالك مع نعم التي أنعمتها عليك وصنر إن كان عملك سيدخلك النار كما كنت تحتج حينما قلت لملائكة الرحمة خذوه إلى الجنة برحمتي فجيئ بعبادة ثلاثمائة عام فوضعت في كفة الحسنات وجيئ بنعمة البصر ووضعت في كفة فرجحت نعمة البصر لوحدها بعبادة ثلاثمائة سنة ثلاثمائة سنة وبقيت نعمة السمع ونعمة اليدين ونعمة القلب والنعمة الظاهرة والباطنة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار قال ربي ربي برحمتك 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 ثم قال له من الذي خلقك قال أنت قال من الذي سواك قال أنت قال من الذي وهبك العقل والحمقى كثيرون من خلقي قال أنت قال من الذي وهبك البصر وكثير من خلقي لم أنعم عليهم بنعمة البصر قال أنت قال من الذي أنعم عليك بنعمة السمع وكثير من عبادي لم ينعم عليهم بهذه النعمة قال أنت أنت ثم قال من هداك من قبل الخلق كلهم كم من مشرك على وجه الأرض لا يعرفني ولا يعبدني من الذي هداك قال أنت قال من الذي أكرمك ووفقك لطاعته قال أنت قال من الذي فجر لك الماء الحلوى الزلالة وسط ماء بحر لجي من الماء المال قال أنت قال من الذي أخرج لك الرمانة طعاما لك بغير جهد في غير وقتها قال أنت قال أنا وبرحمتي أنا أدخلك اذهب إلى رحمتي قال رسول الله صلى الله عليه اعملوا واعلموا أنه لن يدخل أحدكم عمله إلى الجنة قال ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمد لله في رحمته ولا أنا ولذلك لن يكون للجنة ثمن أبدا لأن ثمن الجنة لا يقدر عليه العبد هب أنك عشت مليار سنة هب أنك عشت مليار سنة ومذ خلقك الله وأن تساجد بين يديه هل سجودك مليار سنة لربك هو ثمن للخلود في جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب لا لا أبدا أبدا والله ساعة في الجنة هي خير من الدنيا وما فيها ولذلك مولانا يُعاملنا بإحسانه لا بعدله فالإنسان المطلوب منه أن يعمل زيد أخويا وأن يخلص العمل زيد أخويا وأن يكثر العمل زيد أخويا وأن لا يعتمد عليه يظل قلبه يرتجف لعل العمل الذي عمله غير مخلص فيرد عليه لعل الحسنات التي إن شاء الله اقترفتها لم تكن أبدا كما يحب الله ولذلك لما قرأ النبي الذين يوتون ما أتوا وقلوبهم وينة أنهم إلى ربهم يغجعون أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لا سابقون قالت عائشة الصديقة بنت الصديق يا رسول الله هؤلاء الذين يزنون ويسرقون ثم يخشون ربهم يوم القيامة قال لا يا ابن تصديق هؤلاء من أمتي من يصومون ويتصدقون ويصلون وبالليل يقومون ويخشون ربهم أن لا يتقبل منهم هلاش قلت لكم هاش أردت أن أحدثكم عن مشهد من مشاهد يوم القيامة هو مشهد الميزان والميزان توزن فيه الأعمال الميزان توزن فيه الأعمال يوم القيامة وإنما ذكرت هذا الأمر لأن رجلاً لقيني صلاة العصر وأخبرني أنه رأى القيامة قد قامت فغضب ربك غضباً لم يغضب مثله حتى شابت لحيته وظل يبكي طوال اليوم لهول ما رأى لأنه حامل لكتاب الله وأبناؤه الخمسة كلهم حاملين لكتاب الله قل لي لم أقولها لأحد قل لي فرأيت صحفة تطاير والموازين يستعد لوضعها في كفتيها حسنات وسيئات فهو أمر مروه إذا قام العباد بين يدي الله يوم القيامة تعرفوا مش عادي يقومون ما تعرفوش مش عالوا خمسين يرحم ماليكم اللي تعرفوها خمسين ألف سنة لا لا وقفي يحشر الناس يوم القيامة حفاتاً عراتاً غرلاً ما معنى غرلاً؟ غير مختوني كما ولدتهم أمهادهم دهماً ما معنى دهماً؟ أي ليس معهم شيء لأن اللي يكونوا يسافر يدي مشطة يدي الزاد هذو ما عندهم دايش شيء حاجة خمسين ألف سنة تحت وهج الشمس فيغرق الناس في عرقهم حتى تجد من عباد الله من يقول ربنا اعتقنا من هذا الموقف ولو إلى النار المهم لا أريد إن شاء الله أن نستفيظ في ذكر مشاهد القيامة وأختار المشهد مشهد الموازين فتوضع الموازين كفة الميزان عرضها السماوات والأرض ولذلك قال خليل الرحمن يا رب كفة الميزان عرضها السماوات والأرض فكيف أملأها بالحسنات وأنا أعيشه قصار ما أعيشه مئة سنة فأوحى الله إلى خليله يا خليلي أنا أتكفل من أهل عبدي يتصدق بشق طمرة يريد بها وجهي لأن القضية مش قضية عمل كثير ولكن القصد من العمل فكلما كان خالصا مخلصا كلما كان ثقيلا فالإخلاص يصغر واسمه الكبير إذا لم يكن ويكبر الصغير إذا وجد إذا وجد فيؤتى إن شاء الله تعالى بهذا الميزان فيكون هناك ملك في كفة اليمين وملك في كفة الشمال فيؤتى إن شاء الله تعالى باش بالحسنات والسيئات الحسنات والسيئات ونضع الموازين القصط اليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين فأما من ثقلت موازينه وأما من خفت موازينه فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فأما من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون إذا خفت وثقولت وإذلك لا تدرون ولا تتصورون قلب العبد حينما ينادى عليه عبد الله بن عمر قم إلى الميزان أوه رب بي 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 رب أجدرت وره أعمالي وش خدمت فره أصلا يبقى لقيا يهدرا في الناس غيط ضياع الوقت أصلا مشي في الوقت انقاطعو الراحيم اندينو غيلك حله من التوت ويا أعربيك تسرالي يلا عاملني الله بالعدل مشيت وربي ربي 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 نحو لا ولا قوة إلا بله فيؤتى بالحسنات في كفة والسيئات في كفة فإذا رجحت كفة الحسنات نادى الملك الواقف إلى جانب كفة اليمين يقول أبشر يا عبد الله بأفضل يوم مذ ولدتك أمك فيفرح ولا تتصور فرحا وإن كانت الأخرى لا قدر الله نادى الملك الواقف بجانب كفة الشمال قائلا يا ويلتا أبشر بأسوأ يوم مذ ولدتك أمك الميزان يتوزنه فيهم تلغط على الصوار كيف يتوزنه الحسنات زيد والسيئات زيد واسمه أخر والأعمال أعمال بر الوالدين صلة الراحم الصلاة يجيبوها مننا ومننا واسمه الغيبة الناميمة العقوق الوش الهضراف الناس أعمال تجسن والثالثة واسمه هي الميزان الثالث واسمه أن يؤتى بك أنت توزن ياربه وكنت في الميزان يقول رسول الله يؤتى يوم القيامة بالرجل السمين فيلقى في الميزان فلا يزن عند الله جناح بعضة وقرأ قوله تعالى لا نقيم لهم يوم القيامة وزنه ويؤتى بالرجل الرقيق وإذا به تطيش به كفة الحسنات بعد القيص إنها عبد الله بن مسعود كان رقيق وق فصعد إلى شجرة الأراك مسرعا لتلبية حاجات الصحابة فلسطياك فأخذ من هناك سواكا فضحك الصحابة وعجبوا لدقة ساقيه كان غيرا فلما رأى النبي الصحابة يضحكون وأراد أن يخرجهم من هذا الحرج قال تعجبون وفي رواية أتضحكون من دقة ساقي بن مسعود فوالذي بعثني بالحق نبيا إنهما يوم القيامة لأثقل من جبد أي يوزن بن مسعود هكذا فالميزان إما الحسنات والسيئات وإما الأعمار الصالحة والسيئة وإما أن يوزن الإنسان هو بذاته الميزان وخاصة هاللقاء هذا اللي هو صدق جارية اللي هو تبقى دائما وما يجري فيها من عمل أخذه هؤلاء ومن ماتوا ومن كان سببا فيها أي الذين ماتوا منا ورحلوا إلى ربهم كل ما يقع في هذا الاجتماع من عمل صالح الله تعالى يكرمهم كأنهم حاضرون معنا هذا عمل أخصنا نعذ عليه بالنواجد وأنا كان نقول لأخوتي يا أخوتي أنا كنا نغلطه وكنا نقمزيره على شي ناس لكن إحنا إن شاء الله المقصود نتعنا هو أننا نتلقون لنتواصل نتزاور نتكاتف نتصانع نتناصح نتساند أما قضية ما عنديش باش ندير هذه ما سيتحرج منها أبدا لأن ما اجتمع عليه واعظم هو هذا اللقاء انت صلة الراحم هذه نعود لها ونعود لها ونعود لها لأنه حالعداد ربما يستثقل المجيء لأنه يرى أنه سيحرج فيرى الناس مثلا يساهمون وهو يبكي لا يستطيع المساهمة هذا عنده حسان بنا لأن علبة بن زيد نكمل هذه علبة بن زيد اسمعها للصحابة علبة بن زيد حينما أمر النبي المسلمين أن ينفقوا لتجهيز جيش العسرة في تابوك كل صحابي جاء بما يملك ويقدر إلا علبة لم يجد شيئا وفي الليل حينما أسدل الثلام ناجى الله قال ربي نبيك أمر المسلمين أن ينفقوا مما يجدون فكل أنفق على قدر ما يملك وبحثت فلم أجد شيئا يا رب لا أملك إلا عرضي فقد جعلت عرضي صدقة على المسلمين من ظلمني من المسلمين سامحته من اختبني سامحته من أكل ما لي سامحته باش العائلات تكون زينة وتكون من زيانة نسام حول مع النبا ثم نام ولم يكن يعتقد أن هذه الصدقة سيكون لها شأن وستدول في القرآن إلى يوم القيامة وسيقوم النبي بإخبار بإخبار كل الناس حينما أخبروا جبريل فلما رح علبة رضي الله تعالى عنه ليشهد صلاة الصبح وراء رسول الله فلما سلم قال من تصدق الليل بصدقة فسكت الناس ولم يكن يعتقد أنه هو المعني بالأمر فلما كررها ثلاثا قال يا رسول الله إن كنت تعنيني أنا فإنك حينما أمرت الصحابة بالإنفاق فأنفقوا ولم أجد شيئا أنفق عدت إلى بيتي في الليل وقلت يا ربي لا أملك إلا عرضي فجعلته صدقة لأمة رسول الله قال بخ بخ تقبل الله صدقتك فأنزل الله قوله تعالى والذين إذا أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم علي تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون هذا سلوى إخواننا الذين لا يجدون ما ينفقون فهم خير منا وإن شاء الله أسوتهم علبة أو لعلبة بن زيد رضي الله عنه حتى يستمر هذا اللقاء إن شاء الله تعالى وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونستغفر الله تعالى سبحانه وزوجه ترجمة نانسي قنقر